خليني وانا بتكلم عن صحافة بكرة خليني اتوجه بكل الشكر للاستاذ محسن عبدالعزيز زمنا العزيز والمشرف على ملحق الجمعة في صحيفة الاهرام بكرة الجمعة طبعا والعدد الاسبوعي لكنهم عاملين حاجة حلوة جدا عاملين الزمن 30 اغسطس 2006 مرور في الوقت ده 16 سنة على رحيل الكاتب الكبير الراحل نجيب محفوظ الاستاذ محسن عبدالعزيز العظيم استاذ محمد سلموي زملائنا كلهم في الاطار ده سهير عبدالحميد ومي الخولي ومصطفى بيومي وعلى الزمر وعلى الشفعي والفنان الكبير عبدالعزيز مخيون كل دول شاركوا فيه ثلاث وراءات اه او ثلاث صفحات في الاهرام بكرة لكن الثلاث صفحات بمثابة تاريخ او جزء من تاريخ لكاتب عملاق عاشا ليكتب هكذا يقول الاستاذ محسن عبدالعزيز وانه انشغل العالم بخبر وفاة نجيب محفوظ بينما انشغلنا جميعا بالدهشة والحزن والسؤال المفجع هل مات نجيب حقا بعد 16 عاما من الرحيل ادرقنا انه لم يكن موتا كان فقط رحيلا لجسد انهك على مدى 94 سنة رحل صاحب نوبل لكنه لم يمت ما زننا جميعا نعيش عالمه الابداعي الرائح بينما يتطلع لنا بوجه الهادئ وابتساماته المعهودة وكأنه يهمس لنا انا لم ازل هنا اسرد الحكايات واحاول اكتشاف العالم وما ورائه لنبقى في رحلة البحث نلهس خلف الحكايات الخالدة وروعة الاكتشافات التي لا تنتهي مين اللي بيلهس ومين اللي بيشوف رحلة روعة الاكتشافات التي تنتهي زي ما قلت لحضراتكم الاسماء التي شاركت في هذا الملف المهم عن نجيب محفوظ والحقيقة فكرة انه بنته هدى تعثر على مذكراته بخط يده ونجيب محفوظ الاخر جريء صريح لا يخشى احد هكذا تقول بنته هدى في هذا الاطار ورحلة الصباح الصباح من العجوزة اللي مكتب الدور السادس بالاهرام يعني فيه نوع من الحكايات معمول بصورة مختلفة جدا اذا بعد مرور 16 عاما على رحيل الكاتب الكبير نجيب محفوظ يذكرنا الاهرام غدا بملف على مساحة 3 صفحات يذكرنا بنجيب محفوظ خلود الحكاية